ولكن ارتفع الأسعار هو تطبيق كما قال صندوق النقد الدولي ديال سياسة ديال تقشف رهابينة ما قالوهاش ما قادش يعلنو عليها لان معلنو عليها في 81 رشتو العدد ديال الشهداء اللي يسموهم داك السعى شهداء كوميرا وشفتو في 90 شفتو في النظر وفي تيطوان وفي فاس وفي مكناس بطلبي دور ورباطوا وحد العدد ديال المدود اذا اليوم دخلتنا الحكومة في واحد سياسة ديال تقشف بالاضافة الى انه هاد النظام العالمي من اجل امتصاص الازمة دياله كي يختلق واحد ديال الامور واستغل جائحة ديال كورونا باش يجمد واحد العدد ديال القطاعات لانه وخصو ينتقل الى نظام جديد بدون ان تنكشف المطابع ديال الاموال اللي كاينة بدون انك تشف كيف كان يعمل لان احتل ابناءك المركزية في الدول الخارجية ما عنداش الحق يكون عندها قروض كتر من 10% ديال الراسي ديالها اليوم ساتل 50% يعني كين هناك اختلالات كبيرة تشيكو بينفجار هذا النظام العالمي اذا هو تصدر تصدر هذه الازمة دياله واليوم كيتكلمون على الفينيوري را كعين نقص مش غير في الطاقة الحفورية اللي هي تراجعت كعين نقص في المعادن كعين نقص في هذا ورفعوا من تمان ديال النقل عبر يعني ذاك الحاويات الكبيرة احتل 300% يعني يحاولوا يخلقوا ازمة يزيدوا فيها وما تحاولوش بأنهم يخرجونها من هذه الازمة ويريدون ان هذه الدول بحل ديال نحن يرقعوها تماما وانها تتم الخوصصات ناك نتكلم على خوصصات الدولة يعني انه واشنو غد يبقى الى دخلنا في هذه الاصلاحات اللي كي يوصلنا بهم مش اصلاحات اننا نتخلنا على القطاع العام تقريبا كامل واننا نبدو نعممو توضيف بالعقدة واننا نفتحو احنا نوجد دراسنا غير من اجل المستثمر الخارجي اما المستثمر المغربي احنا بلنا يعني انه تعطاتوا ايبكانات منذ التمانينات وشجعنا الخواص ولكن الخواص اليوم في المغرب هذه دراسات الدارت لا يستثمرون الا في العقار ومضاربة المالية ما كيمشيوش لمجالات اللي فاقيمة مضافة ما مشوش يديرنا الصناعة مغربية ما مشوش لوحد العدد ديالجات واليوم معنا نموذج نموي رغم ان الخلاصة كانت بان هذه الخواص شجعناهم وما خلقوش فرص شغل ما خلقوش تنفسية ما خلقوش لنا الانتاجية ما زرين غادي يعاونهم اذا كل شيء متجه نحو جلب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات الداخلية ثم كان خلاصة خرى وصلوا لها وانه رغم ان هذه الخواصة بقات الدولة المغربية اكبر مستثمر في الاوراش الكبرى وفي 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 اليوم باغين بانه الاستثمارات ثلاثين الاستثمارات يقوم بها الخواص وهذا شي كله تدار على حساب منهم على حساب الموظف على حساب يعني الناس اللي عندهم دخل قليل لأن هذو تقصهم الدريبة تقصهم الدريبة على الدخل اللي عندهم شي دخل تقصهم الدريبة على القيمة المضافة على كل يعني الحواج اللي كي يخذوه وليوم مشكلتنا هي أننا ما كاش عنا مع مرلمة توفرنا على ندرسة الشرافية لتطوير المغرب رغم الضغوطات شكل من عنا أننا يكون نطوروا الزراعة الملائمة مع المناخ دي أننا الجاف شبه جاف ومع هذا الشي اللي جاي ديال الجفاف وديال التغييرات المناخية عناش باقي نحن نصدروا الحواميد اليوم الحواميد كانت تباع رخيصة في المغرب لأنه مشكلة تصدير مطروح إذن احنا ما فكرناش ثم الاتفاقية التبادل الحر اللي هي يعني تفقرنا احنا مطلوب ديالنا أننا إلى جانب الإصلاحات الضريبية وخلق عدالة ضريبية أساسية ومحاربة الغش الضريبي أننا نراجع كلية هاد الاتفاقية التبادل الحر اللي هي فتحات المغرب اللي بحال سوق الخرين وهذا الاتفاقية التبادل الحر اللي وصل اليوم 16-50 تنظن اتفاقية كلها لست في صالح المغرب هذيك الدول اللي درنا معا شركات هي اللي كتستفد حنا ما كنستفدوش ثم أنه كيف يعقل أنك بغيت تنهد بلادك في إطار عالم يتجدد في إطار عالم بغي يدير انتقال البيئي بغي يدير انتقال الرقمي وحنا كنهدموا الجامعة المغربية والبحث العلمي وكنهدموا المدرسة العمومية كيف يعقل؟ احنا خاصنا المداخل خاصنا عودانين نشده فرصنا ونقوله رخصنا بنوات ديمقراطية لأن ديمقراطية هي اللي غادي تحمينا وخامة شيء أحسن نظام ولكن على الأقل غادي نفكره في مجتمع العدلة الاجتماعية وخصنا كذلك أننا نفكره في النهوض بالمنظومة التعليمية ماشي التربوية ماشي خاصنا الترابي احنا خاصنا تعلموا خاصنا الكفاءات خاصنا العلوم خاصنا الحس النقدي خاصنا التقافة العامة خاصنا للعقل دي أنا يتفتح بشي مكل المغربة ماشي غير يهاجروا خارج العلمات دي أنا يقلسوا هنا ويعاونونا في حل إشكالات الوطنية والإشكالات الدولية ينساموا فيها ونكونوا كنفكروا وهذا العالم كيتغير ماشي احنا بحالي كنتفرجوا فيه في شيء يرفاز نحن نعيش نحن كذلك أحياء وخصنا نكونوا يعني كنهتموا بالبناء الديمقراطي وبناء الإنسان عبر المدرسة عبر الفضاء التقافي وهذا المدرسة ممكنها تكون إلا موحدة والدولة المغربية كتحمل المسؤوليتها في هذه الجريمة الممنهجة التي ارتكبت في حق المدرسة العمومية اللي اعطتنا أطور رو مخدمين رو مزيانين كمك على الحال يوم ما يبقاتش المدرسات قدرت تعطينا هذا الشيء لأننا وفتحوا قنوات أخرى لبيعتات لتسليع التعليم وكذلك الشأن غدا إذا كانوا الأطباء المغاربة دينا كي هزوب الألاف لأوروبا والأمريكا غدا ما غير يبقوا شي تقبلوا لأن هذه الدولة ماشي غيكة تكتفي تجيب أطباء من الخارج وتسلع ولكن كذلك بغى تهبط المستوى للأطباء المغاربة وجاءت بجرد قلم كي تقول لك يعني نقرأوا الطب في عوض سبعة سنين قد نقرأوا ست سنين وأنتم تتعرفوا المدارس التي تحترمونها ساعة ديالتكوينرها أساسية فما بلوك بسنة ديالتكوين اللي غادي يعصفوا بها هاد الناس اللي هما ما أطباء ما وطنيين أنا ما كان قشدوا وطنيين هادو خوفة كيخافوا متوجي هاد ديال المؤسسات المالية ويطبقونها لأنهم عندهم امتيازات عندهم امتيازات في المناصب وعندهم ملايير كيتمشي كي يخدوها بطريقة غير مستحقة وغير قانونية وكيستفدون ويشري بها الناس ويجحوا بها في الانتخابات ويطلعوا يقول لك احنا أغلبية ولكن الأغلبية هي الشعب الأغلبية هي الشعب المسحوق الذي يعني الصوت دياله أسمع في حركة 20 فبراير في الحركة الشعبية ديال الريف في الحركة ديال الجرادة في التنسيقيات ضد العطش الأساتيدة التي نفرض عليهم التعاقد اللي وحسين بأن المدرسة العمومية هي من المداخل ما شخص ينجحوا هاتشي كله بتفكر شو هاد الناس وتجيوا يبيعون لنا وهم الدولة الاجتماعية لبان اليوم بأنهم يزيدون في تفقير الفقراء ويتكلمون عن الدولة الاجتماعية ولكن مغالبارهم فاهمين هاتشي فهاد الناس الالتزامات ديالهم اللي قالوا ما عليهم إلا أن يحاولوا الالتزام بها ويشوفوا ويجدادوا ويشوفوا إمكانية ديال تمويل ديالها ونحاولوا نعتقوا بلادنا وإلا يعني يمكن أن يكون هناك انفجار ديال الأوضاع لأن الناس يعني ما بقاش قادرة تستحمل هذا التفقير وهذا الجهيل وهذا السلطوية وضرب الحقوق نحن كانت نتظروا مكتسبة جديدة وحقوق جديدة فإذا بالحقوق المكتسبة بمرارة في سنوات ديال الندال أنها اليوم تتمشي لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر